موسيقى هنا في مدينة آريحة الصناعية الزراعية بدأ أول مصنع فلسطيني للمشروبات الغازية والعصائر بالإنتاج قبل أيام ليسد حاجة المواطنين من المنتج ويصدر منه للخارج هذا المصنع هو أحد مخرجات المرحلة الأولى من مدينة آريحة الصناعية المجهزة لاستيعاب سبعة وثلاثين مصنعا ثمانية منها بدأت بالإنتاج فعليا قمنا ببدء الاستثمار في المدينة الصناعية الزراعية منذ ما يقارب على عام ونصف تخلى لذلك مرحلة بناء وتجهيز للمصنع حسب المواصفات التي وضعت من قبل المهندسين والخبراء كما هناك استراتيجية لدينا واضحة بأننا سنقوم إن شاء الله بتصدير ما يقارب 40% من منتجنا إلى الخارج اليوم وتحت رعاية رئيس الوزراء الفلسطيني وبحضور وزير الخارجية الياباني وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من المشروع الذي تنفذه الهيئة العامة للمدن الصناعية وتشغله مجموعة بديك القابضة بدعم من اليابان التي قدمت للشعب الفلسطيني حتى يومنا هذا ملياراً وثمانمائة مليون دولار مشروع مدينة أريحة الصناعية الزراعية كبرى المشاريع اليابانية في فلسطين نموذجاً في الاستثمار بأراضي أريحة والأغوار المهددة وبوابة لاستغلال الموارد الزراعية فيها وتصنيئها حيث تعد جايب إحدى الأدوات التي بها نعزز صمود شعبنا ونجسد السيادة الوطنية على الأرض ونحميها من المصادرة والاقتلاع والاستيطان سوف تخلق فرص عملي للشباب الفلسطيني وتفتح طاقة العمل لبناء دولة الفلسطين في المستقبل ويسعدني اليوم بدع جايب مرحلتها الثانية إنني أعتزم مواصلة بازل جوهود من عجل زيادة المساحمة في استقرار المنطقة وستنفذ المرحلة الثانية من المشروع على مساحة مئة دنم حيث تعد إنجازا كبيرا للقطاعين العام والخاص وستخلق فرصا استثمارية جديدة وتوفر آلاف الوظائف للعاطلين عن العمل والخريجين الجدد راضين حوالي مئة مليون دولار من شأن ننفذ مشاريعنا في المنطقة الصناعية في أريحة اللي بنعتبرها خطوة استراتيجية لشركة باريكو في المنطقة اللي انتزارتيها بدينة بالألف 2012 فكلنا أمل إنه فعلا تزداد وتكبر هذه منطقة مهمة كثير كثير للصناعة والزراعة والصناعة في فلسطين يعني بعتقد أنا لو زرتها قبل عشر سنين ما كنت تشوفي أي شي فيها يذكر أن إنشاء المدينة انطلق عام 2012 بهدف خلق تعاش اقتصادي للمناطق الواقعة في محافظة أريحة والأغوار المهددة بالمصادرة والاستيطان من مدينة أريحة وفا عاروري تلفزيون وطن